حياكم الله الشيخ صالح حياكم الله السلطان وحيا الله لأخوة جميع يصادف اليوم الثالث من ربيع الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان نريد الحديث عن البيعة الشرعية وعن خادم الحرمين لملك سلمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فإن البيعة كما عرفها العلمة من خلدون في مقدمته هي أساس بناء الحكم وعرف البيعة بأنها العهد على الطاعة وهذا أمر تورثته الأمة من هدي رسولها صلى الله عليه وسلم فالبيعة على المقتضى الأدلة الشرعية هي قائمة على الكتاب والسنة النبوية وقد جاءت في القرآن وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله أمر وأوجب على المسلمين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ألا يموت أحد منهم إلا وفي عنقه بيعة وجعل عدم البيعة أشبه بحياة الجاهلية التي لا ترقب ربها ولا تخشى نارا ولا ترجو جنة فقال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعظم الشرع هذه البيعة تعظيما وحذر من أن ينكث الإنسان فيها أو أن يخل بها فالإنسان يسمع ويطيع في غير معصية الله ولو أن المسلمين في دهر من الدهور أو في بلد من البلدان ابتلوا بحاكم فيه ما فيه فإنهم يؤدون الذي عليهم ويسألون الله جل وعلا الذي لهم أما ها هنا في بلادنا الغالية مملكة العربية السعودية فإنه في الثالث من الربيع الآخر لعام ستة وثلاثين واربعمائة وألف توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز أفر الله له ورحمه رحمة واسعة ولزاه عن البلاد والعباد خير اللزاء ومقتضى البيعة الشرعية فإن ابن خلدون يقول إن ولي الأمر له أن ينظر في أمر الدين والدنيا لبلاده حال حياته وينظر لهم بعد مماته وهما يعرف بتولية العهد كان الملك سلمان وفقه الله يومئذ وليا للعهد بأمر من الملك السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز وبمقتضى هيئة البيعة الشرعية في بلادنا الغالية فآل الأمر إليه بعد وفاة الملك عبد الله ليصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا وقائدا وخادما للحرمير الشريفين وإماما للمسلمين في هذه البلاد الطاهرة فبايعه المواطنون بيعة شرعية قبل ذلك بايعه الأمراء وأهل الحل والعقد من العلماء والمشايخ وأعيان البلاد ومشايخ القبائل والبلاد شهدت في عهده وفقه الله تحولا ونقلة تحولا ونقلة كما يقال في حرفيات أدبيات السياسة لكل زمان دولة ورجال فكذلك لكل مرحلة خصائصها ولا يصح أن تكون خصائص كل مرحلة شبيهة بالتي سبقت لأن المراحل تختلف والتحديات التي تواجهها الدولة تختلف من عصر إلى عصر فولي الأمر هو مسؤول عن التحديات التي تواجه زمانه ليس مسؤولا ولا يمكن عن الشيء الذي قد فات أو الشيء الذي قد يقع أو لا أو لا يقع وإنما يسوس البلاد على ما هو غالب الظن وعهد الملك سلمان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد من سلمان بن عبد العزيز بولاية العهد وقلنا إن هذا دلت عليه الأدلة الشرعية كما ذكره العلمة بن خردون في مقدمته قالوا والحجة في ذلك أن خليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أبا بكر عهد بالأمر بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فهو مسؤول على الأمة حال حياته ومسؤول على الأمة بعد مماته فأضحى الملك سلمان ملكا على البلاد وأضحى الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونحن هنا نتكلم عن المناصب الأخرى أمير محمد كوزيرا للدفاع أو كنائب رسميس وزراء هذه ليست لا علاقة بالبيعة يعني وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة الخارجية هذه ليست لا علاقة ليست فيها بيعة البيعة للملك ولولي العهد ولو قدرنا أن ولي العهد لا يملك منصبا آخر فله بيعة خلنا شهدت البلاد في عهدهما ما نراه ولله الحمد والفضل والمنة وأكبر دليل على أثر ذلك في البلاد والعباد ما وقع في حج عامين العام الذي مضى والذي قبله فلم ينجح الحج نجاحا غير مسبوك كما نجح في العامين الماضيين والحج تتشكل فيه أمور كثيرة وهو صورة ومرآة لحال البلاد والعباد لأن من يقارع البلاد ويريد زعزعة أمنها لا يجد فرصة يدخل وثغرة يدخل منها أعظم من الحج فإذا أمن الناس في الحج وأدوا هذا المنسك العظيم على أكمل وجه فإن تلك الأفواه ألجمت وتلك الأحجار سقطت ومن يرقب في بلادنا شيئا من الزعزعة الأمن سيعود وقد انقلب إليه الطرف خاسيا وهو حسير على هذا هذا شاهد على أن الأمن في البلد في أعلى مستوياته وهذا من أعظم ما يحتاجه الناس هيبة الدولة وشنوع هيبتها عند الحاضر والباد والعام والخاص والصغير والكبير هو أعظم مقوم لأن يعيش الناس وعيشا عيشا رغيدا وهذا ولله الحمد ظاهر بي فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا أجمعين في طاعته نحن ومعشر المسلمين في هذه البلاد ونحن نفي إلى الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قيادة البلاد وزمام الأمور فيها نسأل الله عز وجل أن يعينه ويسدده ويزيده توفيقا وهدى وسدادة وأن يزده من البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي وتعينه وولي عهده على الحق ونهنئ أنفسنا ونهنئ المواطنين بهذه الذكرى الطيبة التي تذكرنا بما قام به والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من أجل رفعة هذه البلاد في شؤون حياتها فباسمك وباسم برنامجنا الأبواب المتفرقة معدين ومقدمين وضيفا ومخرجا وفريقا عمل كله بلا استثناء نتقدم بالتهنية إلى مقادم خادم الحرمين الشريفين وإسمه ولي عهده الأمين ونسأل الله أن يزيدهما توفيقا وسدادة وأذن لي أن نتقدم ذلك باسم موقع الخاص موقع الراسخون في العلم بالتهنية لخادم الحرمين الشريفين سألين الله أن يمد لنا في عمره على طاعته وأن يزيده توفيقا وهدى وسدادة آمين